بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في حل اختبارات راكمية على المفهوم الثالث والربع مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض الاختبار الأول بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار أهلا بكم مرة تانية رقم 1 ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد تمتلك بعض الحيوانات تراكيب خاصة في العين للرؤية في الليل هناك فعلا بعض الحيوانات تمتلك تراكيب خاصة زي الأحصنة زي الكلاب زي الأطط دولة بيمتلكوا حاجة اسمها البصغات الشفاف ده بيعمل ايه؟ ده تعتبر تراكيب خاصة في العين ليه؟ لتجميع الأشعة الضوئية للرؤية في الليل بوضوح هذه العبارة صحيحة رقم 2 تستخدم الحيوانات الأصوات لجذب الجنس الآخر للتكاثر والتحذير من الأخطار يبقى الحيوانات بتستخدم الأصوات لجذب الجنس الآخر للتكاثر كذلك التحذير من الأخطار يعني لما يكون فيه خطر ممكن تستخدم الأصوات طبعا هذه العبارة صحيحة رقم 3 لكي نرى التفاحة يخرج الضوء منها ثم ينعكس على أعيننا طبعا التفاحة لا يخرج منها الضوء لكن التفاحة تعكس الضوء الصاقط عليها ثم ينعكس إلى أعيننا فنرى التفاحة يبقى إذن هذه العبارة خطر ثلاثة تستطيع أو نستطيع رؤية انعكاس صورتنا في لوح الخشب لازم عشان نشوف صورتنا لازم يكون السطح ناعم وإيه ولامع ناعم وإيه ولامع لكن لوح الخشب ممكن يكون ناعم لكن ليس لامع إذن لا نستطيع رؤية انعكاس صورتنا في لوح الخشب هذه العبارة خطأ الآن الرقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة واحد كل مما يلي من مصادر الضوء معدن الشمس طبعا مصدر من مصادر الضوء الشموع مصدر من مصادر الضوء النار تعتبر مصدر من مصادر الضوء معدنين القمر اتنين لا تسمح نقط بمرور الضوء من خلالها عدسات العين لا طبعا تسمح عدسات الكاميرا بتسمح بمرور الضوء من خلالها الزجاجات الشفافة او الزجاجة الشفافة بتسمح اجسام القطط طبعا اجسام القطط لان اجسام القطط اجسام معتمة والجسم المعتم لا يسمح بمرور الضوء من خلاله اي من الاعضاء التالية يمكن ان تستخدمها لارسال او استقبال شفرة يعني أنا فيه أعضاء أنا ممكن أستخدمها عشان أرسل أو أستقبل شفرة العين القلب الرئة المعدة طبعا عشان فيه عضوة أستخدمه لإرسال أو استقبال شفرة هو مين طبعا العين السؤال الرقم 3 أكمل الجمل التالية واحد عندما يسقط الضوء على النظارة الطبية تنعكس الأشعة متوازية لأنها سطح إيه الضوء لما بيسقط على النظارة الطبية واحد لابست الضارة فالضوء بيسقط على هذه النظارة تمام؟ تنعكس الأشعة متوازية لأنها سطح شفف اتنين الجسم الذي يكون ظلا هو الجسم الذي يكون إيه؟ ظلا يعني الجسم اللي بيكون ظل هو إيه؟ الجسم المعدم يتواصل البشر معا بعدة طرق مثلة طبعا البشر أنا وإنت نستطيع أن نتواصل عن طريق الكتابة نستطيع أن نتواصل عن طريق الكلام والتحدث زي ما حضرتك دلوقتي سامعني وحضرتك دلوقتي بتقرأ لأنا إيه؟ بكتبه أنا وإنت دلوقتي بنعمل عملية التواصل يبقى إذن يتواصل البشر معا بعدة طرق منها لو مثلة الكتابة والكلام رقم أربع صل عمود ألف بما يناسبه من عمود باء الكلب والإنسان لا يستطيع الرؤية في الظلام يمتلك البصات الشفاف ينفذ الضوء الكلب أقول له الكلب بيعمل إيه؟ يمتلك البصات الشفاف الإنسان لا يستطيع الرؤية في الظلام هنا بيقول ليه؟ أجب عن الأسئلة التالية واحد ارسم مصار الأشعة الضوئية حتى ترى الصورة موضحاً اتجاهات الأسهم يعني أنا هنا دلعين أنا عايز أشوف الكتاب وده مصدر الضوء وده مصدر إيه؟ الضوء أنا عايز أشوف الكتاب مصار الأشعة إزاي؟ طبعاً ده مصدر الضوء الضوء بيسقط على الكتاب ثم بعد ذلك ينعكس إلى العيد ده كده ده مصار الأشعة الضوئية حتى نرى إيه؟ نرى الكتاب أو نرى الصورة موضحاً دي الاتجاهات بتاع الأشعة إيه؟ الأشعة الضوئية بسؤال رقم اتنين نظر سليم إلى جسم وراء صورته حدد نوع السطح الذي نظر سليم فيه طبعاً هنا بيقولك إيه؟ سليم نظر إلى جسم وراء الصورة بتاعته نوع السطح الذي نظر سليم فيه أقوله إيه؟ طبعاً أقوله سطح لامع ناعم لامع إيه؟ ناعم رقم أربعة صنف الأصوات التالية إلى درجة صوت مرتفعة درجة صوت إيه؟ مرتفعة ودرجة صوت منخفضة صوت العصفور صفارة الكتار الغليزة زئير الأسد أصوات موج البحر بكاء الطفل حد الصوت صوت سكوت الإبرة على الأرض نسمفهم دلوقتي درجة صوت مرتفعة اللي هو مين؟ صوت العصفور بكاء الطفل بصوت حد صوت سكوت إبرة على الأرض ده درجة صوت إيه؟ صوت مرتفعة طيب درجة صوت منخفضة اللي هي إيه؟ صفارة الكتار الغليزة زئير الأسد صوت أمواج البحر بكده ننتهي من حل الاختبار الأول من اختبارات تركومية على المفهوم الثالث والرابع بتمنى وبرجو عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة مصر للتعليم التدائم مع تفعيل زر الجرس وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته